السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنرى الفقرة الرابعة للدرس على العدد العقادية وهذه الفقرة سنرى فيها كيف نحدد الشكل المثلثي للوحد العدد العقادية قبل أن نبدأ سنعرف ماذا كان نقصده بالشكل المثلثي سنرى الطريقة تحديد الشكل المثلثي بصفة عام سنقوم بتلقي الشكل المثلثي بطريقة سهلة أول شيء نتكلم بانه الاعداد العقدية بعد ان نفعلهم في شكل المعلم متعاملuti من الدرس جزء الحقيقي عدد العقادية ومنها ينتقى بالوجود هذه هي هي جزء الحقيقي انا نعطي احدا director ونقدرها بحديث لإحداثيات صيغة أخرى يقول لك مثلا النقطة A النقطة A لحقها هو مثلا A تساوي كمثال 1 زائد 1 زائد E النقطة A لحقها هو 1 زائد E ما كان قصته بهذا الشيء؟ أنه الإحداثيات A الأفصول له هو الجزء الحقيقي وهو 1 والأفصول له هو الجزء التخيلي وهو المعامل وهو 1 زائد E يعني النقطة A يمكن أن يمثل هنا في المعلم في الحلقة والأفصول 1 سوف يأتي النقطة A بالضبط هنا طبيعة الحال القيمة التي تخرج لنا بصفة عامة القيمة التي تخرج لنا في هذه الحالة هي X والقيمة التي تكون هنا هي Y نستطيع أن نقول هنا أنه المتجهة التي كان من O حتى M التي هي هذه OM نستطيع أن نقول أنها OM تساوي X A مضروبة في E أو لا نستطيع أن نقول له مثلا هذه هي A واحد وهذه هي مثلا وجوج أو لا هذه هي E وهذه هي J المهم متجهة موجهة كما كانت عندنا هنا نستطيع أن نسمى هذه مثلا هي E أو لا واحد كما يدرون في بعض الكتب ونستطيع أن هذه هي هي J أو جوج في بعض الكتب كما قلنا إذا كانت هذه هي E وهذه هي J نستطيع أن نقول أنه X A في E زائد Y A في J مزين أو لا نستطيع أن نقول أنه الإحداثية تعلن نقطة A هما X A Y Y A صحيح؟ ولكن إلا بغينا نخدمه بشي طريقة أخرى كيفما يدرون في الفيزيك نحاول نرشم هذا الشكل نحاول نرسمه مرة أخرى عندي هنا بحرق عندي النقطة A هنا عندي هنا O وعندي هنا هذه المتجهة O الذي قلنا وهنا الإسقاط هنا والإسقاط هنا هذا هو X A وهذا هو Y Y حاول نحاول نخدمه على هذا الشكل نحاول نحاول نكبره لكي يوضح لنا هذا الشيء أكثر ما الذي نلاحظه سيتبلي أنه لدي هنا هنا واحد الزاوية مهم أن لا نعمل في القياس حتى من بعد نرى كيف نحدد القياس نقول لدينا واحد الزاوية هنا القيمة هي Alpha أو Beta أو المهم رمز في المكان هذا سيتبلي أنه لدي جوجة المثلتات كان واحد المثلت له هو A حتى هذه النقطة وهذا ممتلت ذاوق الزاوية وهذا ممتلت قائمة الزاوية هنا ما سميت هذه النقطة مثلا سميتها كا نستطيع أن نقول أنه كوسين ويصدير هذا الألفا الذي لديه هنا كوسين ويصدير ألفا سيساوي لي هو الدلع المحادئ على الوتر فهذا المثلث في طبيعة حلوس المثلث أخلا والدلع المحادئ للزاوية الألفا هو الدلع هذا أخلا يعني هذا سيساوي لي أخلا على الوتر وهو أخلا أخلاف كما يبلي هنا من أوحة كا هي xdA. يعني هذه تساولي x تا A. وبالنسبة O A المسافة من O حتى A رأينا كنا نشن في الفيديوهات اللي قبل وقلنا انها تسمى هي المعيار. المسافة من O حتى A تسمى هي المعيار دا A. يعني كنرمزولها انكتبوها المسافة O A راه هي المعيار تا A. يعني هذا المسافة هذه اللي عندي هنا تحت نقدر ندل انها هي المعيار دا A. وهنا نلقيت واحد الاستنتاج وهو انه cos alpha تساوي ل xA على المعيار تا A. وهي نقدر نقول ان المعيار تا A مضروب في cos alpha يساوي ل x كيساوي ل xA. ونؤثر على هذه العلاقة اللي سوصلنا لها هنا. مزيان. بنفس الطريقة سنخدم نفس المثلث ولكن هذه المرة سنخدم بالsinوس. كيبالي هنا على انه السينوس ديالالفا يكون هو الديع المقابل على الوتر. والديع المقابل على الزاوية alpha هي A. يعني ستساوي لها A على الوتر وهي نفس القيمة O A. و A هنا تساوي لها Y. يعني نعوض هنا ب Y A. ستساوي Y A على. و A هي المعيار تا A. هنا سنستنتج انه sin alpha تساوي Y A على المعيار تا A. وهذا الشيء بطبيعة الحركة يعني إذا ضربنا المعيار تا A هنا في السينوس. سنصل انه المعيار تا A في السينوس تا ألفا تساوي لي Y A. مزيان. فنحن دا بس وصلنا ما حركة تساوي X A و ما حركة تساوي Y A بصيرة أخرى. نحن اللي كنا عارفين وهو انه بصفة عامة بصفة عامة بصفة عامة نحن ندير A كانت تساوي لي هي X A زائد Y A مضروبة في E. في حالك. لأنه دائما يكون عندي X A هو الجزء الحقيقي و Y A هو الجزء التخيلي للعدد العقادي. من بعد ما استنتجنا؟ على أنه X A تساوي لي المعيار تا A في سينوس ألفا. سنعوض هنا. المعيار تا A في سينوس ألفا. زائد. و Y A استنتجنا أنها تساوي هي المعيار تا A في سينوس تا ألفا. مضروبة في ذلك اللي كان عندي هنا. سيبدأ أنه لدي واحد العامل مشترك. وهو المعيار تا A عامل لك. كوسينوس تا ألفا زائد Y في سينوس تا ألفا. أو لا زائد سينوس تا ألفا مضروبة في E. وهذه هي القيمة تا أ الأخرى. ما الذي ندرنا هنا؟ ندرنا واحد البصاج. ندرنا من الشكل الأول الذي كان عندي هنا. نحن نحن نحكي داد المتجهة لهذه. هذا عدد عقادي. ندرنا هنا من الشكل الجبري. العدد العقادي A. كان عندي هنا الشكل الجبري. وهو جزء الحقيقي زائد جزء تخيلي في E. وصلت إلى شكل الجديد الذي يتسمى بالشكل المثلثي. يعني كما ألاحظ هنا. سيبدأ أنه في الشكل المثلثي. لدي واحد تعميل بالمعيار تا A. يعني إذا أردنا أن نصل إلى الشكل المثلثي على عدد عقادي. سيخصني دائما قبل أن نبدأ توصل إلى الشكل المثلثي. وهذا هو الذي نحسب المعيار. ونعمل به. ونحن نرى طريقة أخرى. لكي نرى الشكل المثلثي من العدد العقادي. المهم هذه هي الفكرة هنا. في الشكل المثلثي. وهذه الطريقة كيف ندزه من الشكل الجبري إلى الشكل المثلثي. سوف نحاول أن نخدم المثلة. وقبل أن نخدم المثلة. سأعطيكم واحد جديد للجداويل. الذي سيجعلكم أن تكونوا عارفين. وهو عبارة عن ملخص هذه الخاصية الأساسية. حساب المثلثي. والقيم الكوسينيس والسينيس. حساب المثلثي. وهو 0.6. 0.4. 0.3. 0.4. بالنسبة لهذه الجداويل. يجب أن تجدوا الطريقة لتعاقل عليهم. لأنهم الذين ستجدوا بهم لتجدوا الشكل المثلثي على هذا الأوقات. الجداويل الأول هو كوسينيس والسينيس بعض الزوايا الإعسية. سوف نحاول أن نكسبه هنا. سنقوم بإضافة كوسينيس والسينيس. هنا هنا سينيس هنا كوسينيس الزوايا هم 0. بي على 6. بي على 4. بي على 3. بي على جوج. صفح? بالنسبة للقيم هنا 0. 1 جوج. جذر جوج على جوج. جذر 3 على جوج. 1. جذر 3 على جوج. 1 على جوج. بالنسبة للطريقة لتعاقل الجداويل. يمكنك تجد طريقة فيديوهات وشارحينهم أسئلة أخرى كي يعمل طريقة الأصابع ويعمل طريقة التي يضعنا الأدد بالترتيب على حساب أن ترى الطريقة التي ستفهم لكي تتعقل على هذا الجدول الجدول الثاني هو الخاصية كوسيونيس ناقص X سينيس ناقص X إلى آخره سنحاول نكتبه لشكل ملخص لكي تعرفوا هكذا نتفقده في كل حالة سنأخذ الخانة الأولى التي تكون لدينا دائما هي كوسيونيس الثاني هو سينيس وبهذا الخاصية الثانية إذا كان الكوسينيس إشارته موجبه والسينيس إشارته موجبه نجب الزاويه نتجل هذه الع Adam الشباب سنأخذ المقابل الزاويه وإذا كان المقابل الذي ف Dylan توجد الكوسينيس و السينيس الموجب الأقص الزاويه والإذن أن يغarsi JP زائد الزاوية. صفح؟ هذا هو جديد الجداول يجب أن تجدوا ضروري طريقة لكي تتعقلوا عليهم لأنهم كما قلت سوف يتحدثون بهم دائما في تحديد الشكل المثلاثي لعدد القضي معين. بالنسبة للشكل المثلاثي غير كنت تذكر هذا الشكل كبير يكون لدينا عدد زاوية X زائد Y يعني يكون لديك الشكل الجبري أول شيء تفعلها وهي حساب المعيار تحساب المعيار هي الأولى يعني حساب معيار Z معيار Z الذي نرمزه بحل القيمة المطلقة لZ ومن بعد تمشي الخطوات الثانية نكتبها الخطوات تعميل بالمعيار وعاد في الأخرى استمتاج الشكل المثلثي يعني هذه الخطوات تتفقى دائما تتعاودهم صفحة تتعاود و تتعاود و تتعاودوا لك في الرأس سوف نأخذ أمثيل بطبيعة الحال سوف نبدأ بأمثيلة بسيطة ومن بعد سوف نرى حالات خاصة إذا كان لدي مثلا Z كيساوي 1 زائد E الذي كنا كتبين في البداية هذا الفيديو و أريد أن تلقى الشكل المثلثي وأول شيء سوف نحسب المعيار المعيار غير كتذكير نكتبه هنا إذا كان Z كيساوي X زائد E يقرأ المعيار Z كيساوي جادر الجزء الحقيقي هو S2 زائد الجزء التخيلي هو S2 يعني هنا سوف نحسب جادر الجزء الحقيقي هو 1 أو S2 زائد الجزء التخيلي هو 1 أو S2 طبيعة الحال المعيار ما كان يدخل فيه إلى E لوالو وإذا كانت لديك إشارة سليبة يقدر لديك شيء كامل بين قوسين أو S2 لكي لا تنسى تقلب الإشارة وتردى إشارة موجبة طبيعة الحال لأنه الأس لدينا هنا هو عبارة عن أس زوجي إذا حسبنا هنا سوف نلقى هذا يساوي جادر مربع جوج يعني سوف نعمل بجادر مربع جوج فهذا العدد العقادية التي لدينا هنا يعني سوف نرجع سوف نقوم بجادر مربع اثنان ونعمل بجادر مربع اثنان وفي التعمل في الريادية رأي أسأل شيئا يتعمل بعدد لأنه عندما يكون عندي A زائد B ونريد أن أعمل هنا بالS نقوم بغير الس عامل لـ A على B زائد A على الس نقسم على ذلك لكي نقوم بعملنا زائد B على الس صحيح؟ يعني عندما نريد أن أعمل بأحد العدد لأنه نقسم العامل الأخرين عندما نقوم بجادر مربع بعض الأ الذين نقوم بأحد Covid وليس هنا بأن حمل بجادر مربع الجوج في إطلاق بسبب جادر بجادر الرياد ونركب جادر مربع على الجوج ونقوم بويوا بجادر مربعsun إلى عبر書ج وزائد مربع عبر الجوج إلى عبر بجوج من بعد الشكل المثلثي كما قلناه الشكل المثلثي يكون على الطريقة هذه التي يكون ميعيارتها عامل الذي تكون الأولاً كوسنوس ألفا والثانا حتى أيضاً إف سينوس ألفا يعني هذه المضربة في إيه يكون أحبر سينوس هنا لدي مربع عبر الجوج سنقلب هذا الجدول لأنها مربع عبر الجوج أحبر الأشمنزاوية بلّي مربع عبر أمبر جوج فيها هي كوسينوس سنكتبها هنا سنكتبها هنا كوسنوس زائد E وهذا هو مربع جوجة عوضا وهذا سنكتبت كيف مرتبع نكتبها هنا سنكتبها ناقص عادي سنوس نفس الزاوية سنقبل يبدأ هنا إشارتهم إلى جوجة موجابة وصلت إلى الشكل المثلثي ونحبس يعني هنا الشكل المثلثي لهذا العدد هذا الزيد هو مربع جوج عامل لي كوسينيس بي على 4 زائد إسينيس بي على 4 هذا سنبدو على واحد ترميز آخر الذي هو عمدس عدد عقدي أو الارجمون الارجمون الزيد في هذه الحالة هنا مربع جوج هذا الذي يعمل به رخص تكون دائما تدير في ذلك أنه هو يكون المعيار زيد يعني المعيار زيد كيف هو مربع جوج بينما الزاوية التي كانت وسط الكوسينيس والسينيس ستكون نفس الزاوية طبيعا الحال إذا وصلت إلى الشكل المثلثي ستكون عندك نفس الزاوية وسط الكوسينيس وسط السونيس ويكون عندك هنا أو ثاني زائد هذه الزاوية التي لدينا هنا الوسط سنرمز لها بلاغ جيمون الزيد أو اللب العربية تسمى عمدته زيد صحيح؟ نكتبها هنا لاغ جيمون الزيد تقرأ هي عمدته زيد ولم نقوم بإمكانه توافق لأنها زاوية طبيعا الحال الزاوية الموجهة تكون هناك زاوية واحدة ومن نهاية من الزاوية تقرأ توافق بي على 4 بترديد جوج بي يعني بي على 4 ذو غير زاوية واحدة من الزاوية لاحظة جوج بي ولاحظة 4 بي وتقرأ 8 بي وفي نفس البلاثة ويستطيع تسمى عمدته العدد العقادة زيد كما قلنا هذا يبدأ غير كترميز سوف نضع ثانية ترميز آخر في الفيديو لكي تكون تعملوا بخاصية مبسطة في العملية على الشكل المثلثي سوف نضع في الفيديو و نتحدث عنها مزيان سوف نضع مثال آخر و نحبسه الفيديو مثال هذه المرة سوف نحاول نقل فيه شوية الإشارات لكي نطبق هذا الجدول الثانية على الإشارات التطبيق مزيان سوف نضع Z سوف نضع Z كي ساوي مثلا ناقص جد مربع ثلاثة سوف نقل في حلقة Z كي ساوي ناقص جد مربع ثلاثة زائد زائد E صحيح؟ هذا هو العدد الذي سوف نضع هذا هنا أول شيء كما كنا نقوله هي نحسب المعيار Z المعيار Z كي ساوي جد مربع ناقص جد مربع ثلاثة والستثنان هل أنتم لا نستطيع درسان هذا هنا؟ ترك الأقوس لأنه الجزء الحقيقي سالب لما نجعل الناقص على بره وتبقى لي ناقص ثلاثة في الأخر نحاول نضع الجزء الحقيقي كامل بين قوسين زائد الجزء التخيله الذي هو واحد و realidade عندто حسبنا هذه المعيار ناقي جد مربع ثلاثة هو ثلاثة زائد واحد وهو جد مربع أربعة وهي اثنان يعني سأخبر أن أعرضه باعثنان سنة نحن أن تعلم ز التي كانت تتقال بنعني ما كأنها ناقص جد مربع ثلاثة زائد E سنعرف الآن بائثنان سنقوم باشد اثنان ناقص جد مربع ثلاثة عامل jaką ناقص جد مربع ثلاثة و المعامل التاعي هو واحد واحد على اثنان في ا و سنذهب كما قلنا سنقلب على هذا جضا مربع ثلاثة على اثنان و لا نتسوق نقص سنرى أنه الكوسينيس سنذهب إلى الكوسينيس سنقص على جضا مربع ثلاثة على اثنان سنذهب إلى الفوق سنذهب إلى الزاوية باعة آخر نقص كوسينيس بطبيعة الحال المزيج عليها في أن كل غدو ممكنmarketعي قال عمل في الخانة أريد أن تكون جذول إرجاع الأنود و Ник Ris وهناك هذه الخانة و نكتبه هنا ذلك في شكل مثل الثلاثين لا يمكنه الإحداث إذا أردنا أنه النقص إذا أردنا تواصل هذا الجذول ppings السنس غيبرا لأنه الCosnus فيه إشارة سريبة والSinus فيه إشارة مجابة وهي الخانة رقم ثلاثة الCosnus إشارته سريبة والSinus إشارته مجابة لو أريد أن نحيط هذا الناقص الذي لدينا هنا سأصنع بلست الزاوية بي لست سنضغط بي ناقص بي لست لدينا يعني هنا سأتقوم بي ناقص بي لست في Cosnus بي ناقص بي لست زائد i في Sinus أو سنعود بي ناقص بي لست ونكمل الحساب ونكمل الجواب نقوم بإجراء كوسينيس 5P على 6 زائد A سينيس 5P على 6 ونحبس يعني هنا المعيار المعيار Z يقوم بإجراء كوسينيس 5P على 6 يقوم بإجراء كوسينيس 5P على 6 بترديد كوسينيس 5P في الشكل المثلاثي أتمنى أنكم تخدموا أمثلة وثمارين كثيرا ونكمل الفيديو ونكمل الشرح الدرس لنبدأ التمارين ونرى أمثلة في الشكل المثلاثي أتمنى أنكم تكونوا يفهمتوا هذه المشاهدة للفيديو ونكملوا